بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب لا يرد من سأل بالله التحريم أو الكراهة أقسام السؤال بالله أولا السؤال بالله بالصيغة مثل أن يقول أسألك بالله ثانيا السؤال بشرع الله أن يسأل سؤالا يبيحه الشرع كسؤال الفقير من الصدقة هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا السؤال من حيث هو مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة ولهذا بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وأما إجابة السائل فلا يخل السائل من أن يسأل سؤالا مجردا كأن يقول يا فلان أعطني فإن كان مما أباحه الشرع أعطيته أو أن يسأل السائل بالله فهذا تجيبه ولو لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإجابته تعظيم لهذا العظيم لكن إذا سأل إثما أو كانت إجابته ضررا على المسؤول فلا يجاب الدليل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح فأعيذوه إلا إن استعاذ من أمر واجب عليه أو تعاون على الإثم والعدوان هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ حق للآدمي ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل فلا إثم عليك لكنها واجبة بأمر الله ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع فإنه لا ينبغي أن تدعى الإجابة فأجيبوه المراد بالدعوة التي للإكرام للنداء وجمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا في دعوة العرس فهي واجبة بشروق ستة أولا أن لا يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسم ثانيا أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة فإن كان هناك منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر ثالثا أن يكون الداعي مسلما وإلا لم تجب الإجابة رابعا أن لا يكون كسبه حراما خامسا أن لا تتضمن الإجابة إسقاطا لواجب أو ما هو أوجب منها سادسا أن لا تتضمن ضررا على المجيب كسفر أو مفارقة أهله المحتاجين له هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإن لها حكم الدعوة بالمشافهة فكافئوه وللمكافأة فائدتان أولا تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف ثانيا أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه المسائل الأولى إعاذة من استعاذ بالله من استعاذ بالله وجبت إعاذته إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا فإنه لا يعاذ الثانية إعطاء من سأل بالله الثالثة إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة أي على صنيعة من صنع إليك معروفا الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه لأنه مكافأة في ذلك وفيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه لا يقصر في الدعاء بل يدعو حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر